أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية وذلك بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة في مصر جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بعدد من رؤساء شركات التعدين الإيطالية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول وعدد من المسؤولين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية وهي شركات بيرتن ومينيرالي اندستريالي وشركة بي اس ام وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والسيد شريف الغريب رئيس شركة الشريف براند جروب بالإضافة إلى السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتس بالعين السخنة الذي شهد افتتاحه السيد الرئيس في مايو الماضي وخلال اللقاء عرب مسؤول الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية لسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية وكذا استفاده من المناخ الاستثماري الجاذب في قطع التعدين في مصر وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطع التعدين والصناعات التحويلية بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورا على النحو الذي يتيحها فقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم